اشتركوا في القناة الناديين من خلال اقامة الانشطة والفعاليات وفتح الابواب لاحتضان وتشجيع الشباب البحريني على ممارسة رياضة ومشاركتهم في الفرق الرياضية والمشاركة كذلك في المسابقات بالصورة التي تسهم في تطوير الرياضة البحرينية واستمع سموه الى ايجاز من رئيسي الناديين حول الخطط المستقبلية التي يسعى الناديين لتنفيذهما خلال المرحلة القادمة لضمان استمرار الجهود بهدف تطوير الكوادر الادارية والفنية ورفع مستوى الفرق ومنتسبيها وقال سموه نشيد بالجهود الكبيرة لنادي البحرين للتنس ونادي النصر في المشاركة الفاعلة ومساهمتهما في النهوض بالقطاع الرياضي من خلال البرامج التي تساهم في تطوير الفرق وتنمية قدرات الرياضيين واكسابهم المهارات وثقافة التنافس والفوز وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات المحلية وتمثيل المنتخبات متطلعين ان يواصل الناديان عطاءهما في الشكل الذي يحقق المزيد من النجاحات للرياضة في المملكة من جانبهما عبر رئيس نادي البحرين للتنس السيد خميس محمد المقلى ورئيس نادي النصر السيد عبدالأمير عطية جاسم عن سعادتهما بالزيارة التي قام بها سمو الشيخ خالد بن حمد للناديين مقدرين الجهود المميزة التي يبذلها سموه في خدمة تطوير وارتقاء الرياضة بالمملكة مؤكدين ان هذه الزيارة ستدعم بشكل واضح العمل على تنفيذ كل الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير الجوانب الإدارية والفنية بالناديين بالصورة التي تدفعهما لمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة البحرينية تشرفنا هذا الصباح بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لنادي البحرين للتنس وهو بمناسبة استلامه لمسؤوليات الرياضية في البحرين أراد أن يتعرف على هذا النادي أبرزنا له تاريخ هذا النادي العريق والذي يصل الآن إلى حوالي أربعين سنة وأبرزنا الدور الكبير الذي لعبه جلالة الملك عبر تاريخه الطويل كرئيس لمجلس الشباب الرياضة وولي عهد ولاعب تنس في إقامة هذا النادي وفي توسعته والدعم الكبير الذي حصلنا عليه في الواقع من جانب حكومة البحرين وثم بعد ذلك شددنا على أهم نقطتين النقطة الأولى أن هذا النادي يستطيع أن ينشر هذه اللعبة في داخل المجتمع البحريني والنقطة الثانية أنه من الضروري أن نهتم الآن بتدريب مدربين بحرينيين على مستوى دولي من أجل أن يقوموا بتدريب أبطال إن شاء الله في المستقبل على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي ونحن نتقدم بخالص شكر والتقدير لسمو الشيخ خالد لزيارته الكريمة وبالطبع من خلاله أيضا لصاحب السمو رئيس الوزراء ولجلالة الملك لأن نعرف أنهم دائما يقفون مع هذا النادي ويدعموه بكل الوسائل الممكنة حيث نادي النصر من أحد الأعمد الرئيسية في الكرة الطائرة في ملكة البحرين منذ ما يقارب من أكثر من أربعين عام وزيارة سمو الشيخ خالد اليوم إلى نادي النصر هي لحث مجلس الإدارة وأعظام مجلس الإدارة للعمل على زيادة نهضة شباب المنطقة والدعم إليهم كفنيا ومعنويا من أجل النهوض بكرة الطائرة في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر